طيب إتي قلت في الكتاب بتاعك إن الغربة صعبة أكيد وممكن كان فيه أيام بتعدي عليك يا بنتيش عارفة النهاردة لحد من الاتنين من الثلاث لحقيقة لكن الغربة في نفس الوقت مفيدة للي عايزي تعلم وإنتي تغربتي في كذا حتى نيجيريا وتركيا وأبو زبي طيب إيه اللي تعلمتي من الغربة؟ لحاجة كتير أولا نوعية الأصدقاء في ناس ما تعرف أن أنت تعبانة ولا كأنهم يعرفوك ممكن قوي قوي لا أنا الحمد لله رب العالمين ربنا حباني بمجموعة صديقات ما شاء الله لقوة إلا بالله حاجة جميلة في الحقيقة الناس اللي تسيب بيتها وتيجي تقعد عشان تطمن عليك أنت عامل إيه في المستشفى برضو إحنا اتغربنا أنا وأشرف مثلا والولاد هنا في القاهرة دي فترة أبو ظبي مثلا الأولاد ابتدوا يعتمدوا على نفسهم كويس جدا جدا وطبعا مع المتابعة يعني إحنا كنا دايما متابعين دايما على طول يوميا تقريبا من التكلم في التليفون بإتمكنان عليهم وإتمكنان على أحوالهم طبعا بعدين عشان إحنا في بيت عائلي ما كنا في مدينة نصر فأخويا معايا في الدور الأخير مامتي وبابايا برضو بيروحوا كتير القاهرة فأقوليهم مكان هناك في البيت وكده فأنا متطمنة الحمد لله أن هم موجودين أي تاني حاجات كتير استفدنا طبعا ماديا الحمد لله رب العالمين من الاستفادات ولكن يعني هي فيها برضو أن أنت تبقي محرومة من أهلك من قعدة الولاد معاك برضو بالتليفون برضو مش زي ما بتحضري كل حياتهم ساعة بساعة أو يوم بيوم فدي من الحاجات النيجاتف شوية للغربة بس أحمد ربنا طبعا وأشكر فضله علينا سواء غربة مش غربة الحمد لله كله كان كويس الحمد لله